السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى لكم كندوز تورمضان على خير وبي خير ودفع ان شاء الله بمعنى على بعيد الفطر سوف نقدم لكم هذه الحلوة اللي زوينا حلوة زمن جميل كانت شحالة دي كنت نديرها بغير نجدوها هي مفاشي مكونات كثيرة مكوناتها بسيطة والمضاق ديالها زوين 200 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ خدنا شوية الملحة زدنا عليهم وحد جور الساشية ديال الفاني ولكن عندنا فاني اللي سكر من السم بالفاني نديره معلقة كبيرة وعندنا ثلاثة معلقة ديال السكر سنخلطوا هاد العناصر مع بعضها نضغطوا عليها حتى يتزجين ننسوا مع بعض وبما ان الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ تساعدنا لان نضغية نتلكوها الخلطة مع ديك السكر ومع الفاني مزيان وبعد نزيد عليها الزيت ربع كأس ديال الزيت وبالاضافة الى المكون اللي غيخليها تجيه شيشة او زوينة وهو ربع كأس ديال الخل او لا ربعات المعالقة ديال الخل اللي بغينا نعبروهم بالمعالقة كنديروه ربعا او لا لدرنا بالكأس تقريبا ربع كأس نفس الكمية اللي درناها ديال الزيت ستجيتها اي خل وكننخلطو هاد العناصر مع بعضها احتكي تجنسوا مزيان ومن بعد كنزيدوا الدقيق ونزيدوا مع الخمارة لدينا الدقيق تقريبا ما بين 500 جرام و 600 جرام تقريبا كتازلين على حسب النوعية والعجينات تكون ماشي قاسحة وماشي رطبة العجينات تكون ماشي قاسحة وماشي رطبة كنزيدوا عليها الدقيق ومن بعد نجنوها ونطلقوها من الاحسانة كنطلقها من يجوش البلاستيكات بشكتجيني سهلا من ليك نقطع الحلوة كنزيدوا بعد ما اطلقتها هديك البلاستيكة سننهزها عليها ونقلبها بشكتجيني سهلا نهزها لدينا القيطة الأسقلية على البلاستيكات التحتانية بعد هدي هزيتها نقدلها الوجهة لها ومن بعد هدي نبدأ غني مبركتش بزاف يعني ما خليتش تلسق مع البلاستيكات التحتانية اللي فكيتها عليها ودبا غدا نقطعوها بالطابع على حسب الطابع اللي بغيتو إما أوفال او لا دائري او لا على شكل مستطيل كي بقى لكم الاختيار كنخطو صفيحة من دهونة بالزيت او لا نفرشن فيها الورق الفورن وكنحطو فيها الحلوة دينا انا نطبعها بشكل طابع دائري كم قاوف حل هكا كنطبعوه غدين مستمرين حتى كنطبعو هذه الكمية اللي عندنا كاملة ومبعد هديك العجينة اللي كاتشيط لنا كنجمعوها ما بعضها ونعود ونطلقوها غير كنجمعوها وكنتلقوها ودبا بعد ما طبعناهم كامل ناخدو سكر خاشين وغدا ثانية تكون غلادة وغدا ناخدو هديك الحلوة وغدا نحطو لها الوجه ديالها فهديك السكر وغاستفوها في الطاوة عندنا حتى كنكملو هديك الكمية كاملة ومبعد كندخلوها الفورن لكن عندكم الفورن الكهربائي كنديروها لتحت حتى كتطيب من الأسفل عد كنطلقوها الفوق طيب من وجهها ولكن عندكم ديال الغاز كنديروها الفوق حتى كتطيب من التحت حتى كنهبطوها ومن الأحسن ما تتحركوهاش من اللي تخرجوها من الفورن ديك الساعة ما تحركوهاش ويبقى سخونة خليوها حتى تبرد شوية حيث اللي حركتوها يبقى سخونة كتكون هشيشة وكتتخسر لكم الحلوة خلوها حتى تبرد شوية خبط في راسها ونبعد حيثوها ونبقى مستمرين في حال هكا حتى كنكملو ديك الكمية اللي عندنا كاملة ومن بعد ملي طيبناه انتم كيف مشتو معي الشكل دياله كناخدو نيسلي كاراميل كناخدو جوج حبات وكنلاقيوهم مع بعضهم بهادك نيسلي كاراميل او لا ممكن تلاقيوهم بالشوكلات اسود كي جيحتا هو زوين كي بقى لكم الختيار إما نيسلي كاراميل او لا شوكلات اسود كندوبوه اللقيو به كناخدو كل حبة وندهنوها ونوضع عليها الحبة الاخرى ونحطهم تبقى مستمرين في حال هكا حتى كنكملو ديك الكمية كاملة اللي عندنا ونمتأكدها اللي ذرتوها غادي تعجبكم هاد الحلوة كتجي هي اقتصادية كتعطينا كمية وفيرة وفي نفس الوقت كتجي هي شيشة وبنينا انا كننصحكم انكم تجربوها وكيف ما بتنقول لكم دائما بتنسوش تبار تجيوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم بش كل شي يشوف وثاني حاجة اللي مم أبونيش لشانو اول مرة كي يشوف الفيديو تابونه وفعله زر الجرس بش يوقع يوصلكم دائما كل جديد وكيف متنقول لكم دائما متبخلوش اللي نابليشين شتو كيجي دك الخط الوسط كيجي بدك اللون ديال الكراميل كعطيها واحد اللون زويد وحتى لكان الشوكولات كيجي دك الخط الوسط يبعا اسود حتو كيجي دك الخط الوسط المنطر زويد وده ببعد ما هنكملوا هذيك الكمية كاملة غد نشوفوا معايا الشكل النهائي كيجي غزال لانتوما والمضاق يا سلام ما نقولش لكل مضاق ديالاش حالك تجي بنينة وهشيشة وانا متأكدة انكم غدوا نتجربوها في هذا العيد ودعو معايا هيتفكرتكم فيها يلا الى اللقاء الى فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة